موسيقى أقيم معرض جديد في حيفا بعنوان حيفا لوحة على ورق القصيد لفنان الحروفية كميل ضو حيث تكون المعرض من 30 لوحة حروفية كل واحدة تعرض ما كتبه عدد من الشعراء عن مدينة حيفا أخذت نصوص لشعراء أشعار لشعراء محليين وعالميين شعراء مثل الأستاذ حنى أبو حنى الرشد الماضي سعاد قرمان حاتم جوعي وهيب وهيبي وشعر جبران خليل جبران وشعراء آخرين وبنيت لوحات تشكيلية من شعرين يتميز الفنان كميل ضو في فنه الحرفي الذي يشدد فيه جمال اللغة العربية وأهميتها الفنية والثقافية وهذا ما أعطى قيمة التمييز للمعرض فإحنا جايين بارك للأخ كميل من ناله التوفيق يعني اللي استطاع أنه يشكل الحرف ويعمل منه صورة في فنه الأستاذ كميل هذا الفن المميز استطاع يحول هذا البناء كمان كفنان لبناء رائع كان قديم لا يزال قديم ولكنه أعطى ميزة خاصة كيف أنت شايف يتميز الفنان كميل ضو في فنه الحرفي الذي يشدد فيه جمال اللغة العربية وأهميتها الفنية والثقافية وهذا ما أعطى قيمة التمييز للمعرض شكرا زميلتنا نورهان أبو ربيع على هذا التقرير افتحت افتتاح جاليري ومركز كيميديا للحروف للحروفية والخط العربي قرأناها صح الحروفية مزبوط فاني ضو صباح الخير أهلا وسهلا فيك القائم بأعمال الفنان كميل ضو بالبداية نسمع منك عن مركز كيميديا وعن أهمية وجود هذا المركز طلع مركز كيميديا صار له من سنة 2010 طبعا والآن هاي السنة بفكر المركز قام بخطوة جدا كبيرة بأنه افتتح جاليري على مستوى عالمي يعني تتضمن لوحات حروفية وبتركز هاي الجاليري على الخط العربي بفكر يعني إذا منتطلع في البلاد ما في كتير في عندنا مراكز أو متاحف للخط العربي وإحنا منتمنى أنه يكون فيه لقدام وبفكر هاي انطلاقة لحتى تفرجي مجتمعنا كمان العربي والعالمي مش بس المحلي إنه ممكن إنه نضع الخط العربي في وسط الصورة ونعزز مكانته رائع فدي يعني شو كمان اللي راح يجيب جديد افتتاح هذا المركز زي أعمال جديدي مشاريع جديدي يمكن كمان مفكريني إنه تأخذ أكثر حقها من خلال هاي الخطوة الجديدة طلع المركز يعني والجاليري طبعا في عندنا إحنا زي برنامج اللي دائما تتجدد فكل مرة إحنا منأخذ معرض ومنبنيه منركز على شيء معين اللي بيميز هذا الإشي يعني كأني لوحة قصيدة المعرض المهرجان عمليا الحروفية اللي افتتح في هذا الجاليري أخذ الفنان كميل ضاو عدة شعراء محليين شريحة واسعة وطبعا إحنا بنعرف إنه الشعر والخط بيمشوا مع بعض والموسيقى كمان فأخذنا للشاعر رجد الماضي الشاعر إحنا أبو حنى الشاعر سعاد قرمان حاتم جوعي ووهيب نديم وهبي وأيضا شعراء محليين وعالميين اللي تجسد الخط العربي عن طريق اللوحة يعني عمليا الفنان كميل ضاو أخذ شعر شعراء المحليين وجسدهن في لوحات معبرة جدا وأنا بفكر كمان يعني الإشي المميز هو إنه التجدد دائما في الخط العربي وإحنا بنقدر نأخذ الخط ونلعب فيه كيف ما إحنا بدنا حتى نجسد لوحة فنية جديدة كل احترام عن جد بحفل افتتاح كان تحدث الفنان كميل ضاو عن علاقة الخط بالحفاظ على التراث بنحمن سمع منك كمان على كل اللي اتحدث فيه هناك صحيح يعني الفنان كميل ضاو هو من أحد الرواد الخط العربي في البلاد لهذا الفن ومهم جدا له كمان إنه المجتمع اللي حولينا يقدر المتلقي يتلقى فن اللي هو على مستوى وفن اللي هو جدا جميل يعني الخط العربي إذا إحنا بناخده مش بس كتابي وإنما إحنا ممكن إن نحوله لفن اللي هو مش بس محلي وإنما عالمي يعني في عنا الفتح الجالري الأنسة لبنى زعبي مديرة دائرة الثقافة العربية وكمان السيد خولة دبسي اللي هي مديرة المجلس الشعبي وكانوا جدا مسرورتين في افتتاح هاي الجالري لأنها هي عمليا خطوة كبيرة جدا كمان للمجتمع العربي ككل إنه يكون في مركز وجالري على هذا المستوى اللي ممكن كمان إحنا نمرق هاي التراث وهذا الخط للأجياء القادمة رائعا فادي كيف تشوف اليوم عفواً لأن المعدل تغيير الطقس شكرا 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 إنه هذا التراث عم بنقرد مع إنه إحنا عم نستعمل الخط يوم يوم بفكر هاي هي الأهمية إنه كمان نقدر نرجع ونعمم هذا التراث الخط وكيفية الكتابة بالطريقة الصحيحة نبلش من الولد وحتى يعني الكبار حتى نقدر إنه نحافظ على القليلة نكتب في الطريقة والصورة الصحيحة رح تهتموا بهاي الشريحة العمرية فادي لأنه إحنا عم نحكي على موروث يعني في مكان معين ومهم إنه نتناقل إحنا أول ما يفتح مركز كيميديا يعني هو هتم وعم بيهتم بهاي النقطة إنه كمان نقدر إن نوصل للطالب الحرف العربي بالصورة الصحيحة وكمان للمعلم يعني في عنا دورات كمان إحنا مش بس معارض في المركز والجاليري دورات اللي بتركز على الخط العربي لعيدة أجيال يعني منبدأ من جيل صغير حتى موهوبين كبار وكل دورة مخصصة لهدف معين إنما يعني أو هي هدف فني أو هي هدف أكتر تعلم الحرف وكتابة الحرف بالصورة الصحيحة هلتنا نحكي كمان للناس كيف ممكن يتواصلوا معاك لأي أجيال وكيف بتم التسجيل وإنت تفتح الدورات على المستوى التقني إحنا في عنا المركز طبعا مفتوح للجميع أهلا وسهلا فيكو موجودين في شارع الجبل تسيوتونت 12 حيفا منطقة جدا جميلة وراقي يعني المكان نفسه للجاليري إن وجدت فيه هذا كان مبنى جدا قديم يعني فوق المية وخمسين سنة اللي هو مبنى حجر قديم البيت العربي الأولى البيت العربي فأنا أول ما دخلت المبنى أحببت المكان وقلت هذا هو المكان المناسب لجاليري للخط العربي وكل شخص اللي دخل المكان يعني أعجب فيه فأنا بدعوا الجميع أول إشي اللي يأتوا يشوفوا كيف تصميم المكان رجع يعني كمان المكان لإحترامه وكمان اللوحات الحروفية والخطوط التي تزين هذا المكان أكثر يعني كمان المكان كمان اللوحات كمان الكونسيب دائما بقوله كل شي ماشي جدا جميل وأهلا وسهلا فيكم يعني ممكن عن طريق الفيسبوك أو عن طريق كمان يكتبو كيميديا في ال أيوة كيميديا فبلقونا الصفحة الرسمية طيب فادي كلماتك الأخيرة رسالتك اللي حابب توصلها لأبناء مجتمعنا الكلمة الحرة لا إليك تفضل أنا بوصل للكل أنه أول شيء الخط العربي وخط وتراث وفن جميل يعني مع أنه في عندنا الحوسبة والعولمة أفكر أنه ممنوع نترك هذا الخط لأنه جدا مميز وممكن نبدأ فيه نوصل لأفاق جديدة مش بس محلية وإنما عالمية يعني الفنان كميل ضو إسا عم بيشتغل على معرض حرفية كبير جدا في فنلندا اللي راح يكون فيه متحف لمدة أربعة أشهر حتى كمان المتلقي الأجنبي يغدر مع أنه ممكن بفهمش الكتابي والإيش مكتوب ولكن جمال الخط العربي صحيح هو اللي بعطيه هاي الثقافي الحلوي وبيضوقه يعني نحن نعطي الذوق والتذوق هذا الفن للجميع رح يكون فيه مضمون معين فادي للمعرض يعني رح لوحات تجسد فكرة معينة محددة اتجاه أو توجه بفنلندا الفنان كاميل ضاو أخذ أشعار والقصة الشعبية الفنلندية التي ترجمت إلى اللغة العربية وجسدها بلوحات باللغة العربية يعني هاي القصة الشعبية مكتوبة الآن في اللغة العربية وأيضا بلوحات جميلة جدا فأنا بفكر هون احنا عم نكون جسر كمان دمج ثقافات دمج ثقافات دمج حضرات وكمان دمج الموسيقى يعني مش رح ننسى كمان أستاذ ألبير بلانو وأستاذ بشار رديب اللي كانوا معنا في الافتتاح وزادوا ذوق جدا جميل للافتتاح كل الاحترام يعني احنا كتير مشهورين إذا بتشوف الخط من بعيد بتفهم إنه هذا عربي ففيه إلو ميزة معينة طابع لألنا في إلنا بصمة بدنا ولا ما بدنا حتى يعني صحيح وأفكر هاي هي بصمة جدا جميلة إنه كمان تكون ونعطيها للعالم إنه الخط العربي ومش بس خط وإنما أيضا فن اللي احنا نقدر نفتخر فيه ونوصل لأبعاد جديدة فادي ضو القائم بأعمال الفنان كميل ضو شكرا لحضورك معنا وبالنجاح بكل الأعمال ولن نزيار عنك على كي ميديا بكل تأكيد أهلا وسهلا فيكم قريبا جدا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم